دكتور في قصة جميلة عن الشيخ من العثمين الله يرحمه الله يرحمه حكم الشيخ من العثمين كان بيته له بابين باب يعني يطلع منه وباب ثاني أيضا من الخلف يقدر يطلع منه فالشاهد أنه كان عنده يعني قط يطعمه الشيخ دائما كل يوم وهو طال عن المسجد يحط له طعامه في يوم الأيام ما صنعوا طعام في البيت ما في يعني أكل ولا وجد شيء يقدمه فاستحى الشيخ أن يطلع من الباب اللي عندها القط وخرج من الباب الخلفي فشاهدوا بعض طلاب السلوقة الشيخ العادة أنت ما طلع إلا من هذا الباب قال أنا وجدت اليوم طعام أضع أهل القط ينتظرني عند الباب وأستحى منه شوف أستحى من هذا يا جماعة هذا هو الإحسان يعني ألا يكفي من الإحسان أن الله يحب المحسنين وأحسن كما أحسن الله إليك يا أخي أحسن ليس لأجلهم فقط بل لأن الله يحب المحسنين بعض الناس ما يحسن إلا إذا لازم يحسنوا لي أو لا تنتظر إحسان من أحد كن يا أخي معطاءا يعني أحسن بقدر ما أتيت من قوة وما عندك من عدة وعتات ترى هذا الإحسان ينعكس عليك وعلى راحتك وعلى طمأنينتك وعلى سعادتك الآن جرب أنك يوم الأيام تجيك ضيقة مثلا والإنسان معرض أنه بالسلام تعرض لي مثل هذا بشر في النهاية يحن جرب أنك تفعل إحسان وشوف يتغير الوضع عندك 120 درجة الله أذكر أني يوم الأيام يحدثني أحد الفضلة يقول كنت أمر في أمر شائك يعني وحزنت وفي ضيقة شديدة وأنا أني بعارف يعني وش أسوي فيقول جالساً قدام البيت وقال قريب منه كان في سوبر ماركت كبيرة وقال لها شوف ولد جالس يدف ابوه على عربية وجايبها للبقالة فيقول يوم جاء وتعرفون الطلعة حقه المعاقيل عند البقالة الولد صغير أصلاً مسكي فيبيد يطلع ابوها عجز ما قدر ما قدر فيقول رحت وعاونت وعاونت مو بس عاونت يقول دخلتها للبقالة لأنه برضو في طلعة ثانية وقضة وكذا يقول ذا يدعي لي ويدعي الشايب ولا الولد الولد الشايب المهم يقول يوم طلعنا قلت حق الولد أنا ترى يقول جاني نشاط يقول كان فيني خمول وكسل وضيقة وشي يقول يا جاني نشاط وصحة وعافية يقول وادفة لين البيت لين رقيتها بيت أحسن أحسن الله إليه يقول رجعت بغيري الوجه الذي ذهبت به تنشط ووجدت شعادة ووجدت يعني فرحة وأيضا قضي الأمر اللي كان عندي بعض الناس أما يقدم إحسان ترى يظن أنه بينزل منه شيء أو بيتغير في شيء ورغم أن هذا ترى دكتور معروف ولو برامج في التلفزيون هل يقول هالقصة ما نهو؟ بدون ذكر السمال أنا أكيد ما بيزعل علينا يبغاها بينه وبين الله سبحانه وتعالى الله أكبر لكن شوف عمر بالخطاب حكم 22 دولة ترى عم فيها الأمن والأمان ها؟ ونشر العسكر على البلاد الإسلامية وفتح بلاد فالس اللي هي إيران اليوم والله يزيلها عم بكرة أبيها التي جالسة تدعم الحوثيين اللي ضد بلادنا وضد البلدان الإسلامية الله الله فعمر بالخطاب خارج المدينة يمر ويجد رجل مكروب يعني فيه ضيقة وكرب فقال له ما الأمر؟ ما الخطب؟ قال امرأة المخاض وليس عندي ما يعينها على ولادتها يعني امرأة تبي تولد أنا ما لي خبرا في الموضوع هذا فذهب عمر قال انتظر يا رجل عارس لك فإن أمرك قد قضي ذهب إلى زوجته قال أجر وخير ساق الله إليك شوف الإحسان دخل زوجتك وعيالك فيه لا تقصر عن نفسك قال خير وأجر ساقها الله إليك امرأة مخاض فأعدي لها عدتها قالت أبشر يا أمير المؤمن جاخزت العد وهذه الزوجة الصالحة تعين زوجها على الإحسان ثم حمل عمر الدقيق والقدر والحطب وذهب أما الزوجة فزوجة عمر دخلت تساعد المأرة في الولادة وأما عمر رضي الله عنه فبدأ يطبخ الطعام والله الفزعة أمير المؤمنين ويصنع الطعام ثم جاءت زوجته قالت يا عمر بشر صاحبك بغلام تراه جاه ولد يا الله قال أبشر فقد رزقك الله غلاما وأما طعامك وزوجتك وأهلك فقد أصبح جاهزا قال أصل الأكل جاهز قال من أنت بأبي وأمي والله لأدخلن غدا المدينة ولا أذكرن صنيعك عند عمر أي فقال له عمر متبسما قال إذا تجدني عنده يمكن تحصني حوله فعاد فدخل المدينة هو يبغي قابل أمير المؤمنين قال أين أمير المؤمنين لأذكرن له صنيع رجل لا بد أن يكافئ هو يخدمها الباء فقالوا تجده في المسجد ولا تجده نائم عند شجرة هكذا عمر كان يعني حكمت فعدلت فأمنت فنمت ينام في أي مكان حتى طرأسه وينام فوقف وقالوا في المسجد نائم فلما دخل المسجد وجد عمر قال هذا أمير المؤمنين قالوا نعم هذا أمير المؤمنين قال هذا الرجل الذي ساعدني بالأمس الناس جاءوا وقالوا إنما ندري هو ساعدك هو في الليل طلع مكاح إنما نشوفه هذا الشي يشوف بينك وبينه سبحانه وتعالى فلما سيقضى عمر قال رحمك الله يا أمير المؤمنين لو أخبرتني لو علمتني أنك ترى عمر أمير المؤمنين كان ما خليتك تطبخ الطعام ولا يعني جاء بزوجته ما جاء قال يا نساء المسلمين من بيخدم لا لا بده بنفسه هذا هو الإحسان الإحسان ترى الكرم والعطاء وأن تتفقد حاجة الناس قبل أن تسلم فما بالك بالإحسان إلى الزوجة الآن إحسان إلى الأبناء إحسان إلى الوالدين إحسان إلى القرابة أبناء العمومة أبناء الخوان الإحسان إليهم الصلة التعاون تفقد حاجاتهم بعض الناس هابو حزان فزع للجميع هب ريح للجميع مو أني لا جاء أخوياي وهذه رسالة نوجه للشباب اليوم يعني من أكثر ما يحزن ها أنك تجد يعني بعض الناس خدومة لأخويا وعنده والديه صفر هذه قمة الخدام والخسار لقالوا بفلان قال أبشر أبشر ولكن لقالوا روح جيب خبز ثلاثة ريال قالوا والله ما فلانة في البيت ها ما حصلته غيري تراني مشغول شوفي فلان شوفي له من الإحسان ها أن تتفقد حاجة الوالدين قبل أن يتكلموا بها أصلا ثبت هذه أبو إبراهيم يخدم الناس فزع وكفو وهم قص